أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية وذلك لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها في غزة ولتجنب التصعيد الإقليمي وأشار جوتيريش إلى أن طول أمد الصراع سيزيد مخاطر التصعيد وإساءة الحسابات وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة شدد الأمين العام على ضرورة معاملة الأسرى بشكل إنساني والسماح للجمعية الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم ومساعدتهم